موسيقى أهلا بكم إلى موجز الأنباء تواصل وحدات الجيش العربي السوري عملياتها الدقيقة في بعض أنحاء ريف دمشق حيث تم تدمير مقر يحتوي أسلحة وذخيرة عند دوار الثانوية في مدينة حرستة كما تم القضاء على أغلب حملة السلاح في محيط الوكر هذا ولاحقت وحدة عسكرية متقدمة مجموعة إرهابية في حي جوبر وأردت عددا من أفرادها قتله وإلى منطقة جرامانا حيث ضبطت وحدة كمائن ومتابعة سيارة بيك أب محملة بعشرة صواريخ لاو إسرائيلية الصنع إضافة إلى مدفعي هون وعدد من العبوات الناسفة وذلك ضمن مخبأ سري وإلى دمشق المدينة مع ضبط الجهات المختصة أحد أوكار العصابات في منطقة العمارة وألقت القبضة على عدد من الإرهابيين وصادرت خمسة عشر بندقية آلية وقاذف أر بي جي وقناصة وقنابل ومسدسا على شكل قلم مخصص للاغتيالات أكد العماد فهد جاسم لفريج وزير الدفاع أن الملاحم البطولية التي أسفرت عن تخليص مدينة القصير من الإرهابيين جاءت نتيجة تضحيات الجيش العربي السوري وصمود الشعب الأبي ويأتي كلام العماد فريج خلال جولة ميدانية على أحد تشكيلاتنا المقاتلة مشيرا إلى الدور التأمري الذي تلعبه بعض الأنظمة العربية وخاصة الخليجية من خلال تمويل كل رصاصة تطلق على الشعب والجيش موضحا أنه لو وظفت هذه الأموال لخير الشعوب العربية لجعلتها في مصاف الدول المتقدمة هذا وشهدت مدينة القصير يوم أمس تجمعا لحشد كبير من أهالي المدينة والقورة المجاورة وعدد من طلاب جامعة البعث في ساحة المدينة احتفالا بالقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة مطالبين بإعادة العمل إلى المؤسسات العامة والخدمية وإزالة الأنقاض والتأهيل والترميم لكامل المدينة أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني أكد أن الحوار بين السوريين هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا وحذر لاريجاني خلال استقباله رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية أحمد عبد المحسن المليفي من أن مشروع بث الفرقة والاختلافات بين الدول الإسلامية هو مؤامرة يقوم بها أعداء الأمة الإسلامية وقال أن بعض القوى تسعى لتصعيد الاختلافات وأضعاف الشعوب الإسلامية من خلال بث الفتنة بين الدول الإسلامية ودعم المجموعات المتطرفة والمتشددة أكد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أكد أن جامعة الدول العربية ومنذ بداية الأزمة في سوريا لم تأخذ موقفا واضحا ومتجانسا يعبر عن الوضع هناك أو يمكن أن يوجد حلا مناسبا وقال منصور في مقابلة مع قناة المرار أمس أن الدولة اللبنانية التزمت بسياسة النأي بالنفس حيال ما يجري في سوريا لكن هذا لا يعني أن تكون شهد زور موضحا أن على لبنان أن ينقل وجهة نظره وأن لا يؤيد ما يقوله الآخرون وأن يعلق على الخطابات التحريضية والتجيش الطائفي الذي يجري في الجامعة العربية أكد نائب المستشار النمساوي وزير الخارجية ميكايل شبيندلر أن قرار بلاده سحب عناصر كتيبتها من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان أندوف جاء بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قرار رفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا وبعد تحذيرات وجهتها النمسا بهذا الخصوص وأوضح عاش بيندلر في تصريح له أمس نقلته صحيفة النمسا أن الحكومة لم تقرر بشكل سريع سحب الكتيبة النمساوية العاملة في الجولان حيث أعلمنا الجميع أن الاستمرار بتنفيذ مهام البعثة النمساوية لن يصبح آمنا في حال أقرى الاتحاد الأوروبي رفع حظر توريد السلاح إلى المعارضة السورية في إشارة إلى اعتداءات وعمليات خطف عدة تعرضت لها عناصر قوة الأندوف ومنها عناصر الكتيبة الفلبينية في الآوينة الأخيرة نفذتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي يؤكد المراقبون أنها تتحرك بحرية في المنطقة بتغطية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياق آخر قال جين إيسلون وزير خارجية لوكسونبورغ أنه يجب أن نتحدث عن تقديم مزيد من الأسلحة فيما يتعلق بالأزمة في سوريا بل ماذا يمكن أن نفعله لجمع كل الأطراف للجلوس إلى التفاوض بمشاركة دول مهمة لمحاولة التوصل إلى حل سياسي وأضاف خلال تصريحات صحفية عقب لقائه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أمس في القاهرة إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي أو حتى لو كان هناك نصر عسكري لأحد الطرفين فإن سوريا لن تكون هادئة أو مستقرة على مدى عقود قادمة مشيرا إلى أنه التقى في وقت سابق أمس المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وأعرب عن اعتقاده بأهمية دور دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا قتل 13 شخصا وأصيب 48 آخرون في تفجير إرهابي بثلاث سيارات مفخخة استهدفت سوقا رئيسيا للخضار غرب محافظة الديالة العراقية اليوم ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة العراقية قولها إن السيارات الثلاث ويقود إحداها انتحاريون انفجرت بوقت واحد في سوق خضار غرب بعقوبة وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرون في تفجير إرهابي وقع أمس في حي الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد استكملت وحدات الجيش اللبناني أمس تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لمدينة طرابلس وانتشرت في الأحياء التي تشهد توترا أمنيا وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن وحدات الجيش أزالت الدشمة والسواتر والمتاريس مع تسجيل بعض العراقيل في محور بعل الدراويش مؤكدة أن العناصر العسكرية مصممة على إزالة كل المتاريس وأنها سيرت دوريات راجلة ومؤللة وأقامت الحواجز الثابتة والمتنقلة بالتعاون مع عناصر قوى الأمن الداخلي في مختلف أنحاء المدينة وأشارت الوكالة إلى أن حركة السير في المدينة عادية ولم يسجل أي خرق أمني أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أمس بدء المناورات الأسد المتأهب 2013 بمشاركة 16 ألف جندي من 19 دولة وفي مؤتمر صحفي مشترق عقده مدير التمرين في القيادة المركزية الأمريكية الميجور جنرال روبرت كاتا قال رئيس هيئة العمليات في القيادة اللواء عوني العدوان أن هذه المناورات ليس لها علاقة بالأحداث الجارية في سوريا ولن تكون بجوار الحدود السورية فيما رفض كاتا تحديد أعداد طائرات F-16 الأمريكية الموجودة في الأردن كما وصف أعداد بطاريات صواريخ الباتريوت الموجودة على الأراضي الأردنية بأنها كافية السلام الكيميائي الذي نتدرب عليه ونختبره يجب القيام به في أي مكان حول الأرض وأي دولة بإمكانها القيام بذلك وقد قمنا باختبارات مماثلة في الولايات المتحدة وما نقوم به في الأردن ليس عملا فريدا قدم رئيس الأركان الليبي يوسف المنقوش استقالته بعد اشتباكات دامية في مدينة بنغازي أمس أسفرت عن سقوط 31 قتيلا وذلك بعد جلسة مغلقة عقدها المؤتمر الوطني العام على خلفية أحداث بنغازي الدامية مادة اثنين تقبل استقالة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء يوسف أحمد المنقوش ويكلف اللواء المعاون سالم جنيدي بمهام رئيس الأركان إلى حين تعيين رئيس أركان جديد ذكرت صحيفة لوبوان الفرنسية أن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يستعد لترك السلطة قريبا وأضافت أن الأمير القطري بات ميالا لقضاء بقية حياته بعيدا عن الحكم وأن نجله تميم سيخلفه في السلطة ورجحت الصحيفة أن يقوم تميم بتغيير رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم حال تسلمه مقاليد الأمور مشيرة إلى أن الشيخ حمد الذي يتولى الحكم منذ عام 1995 أصابه التعب ويرغب في الابتعاد عن السلطة وفي خبرنا الأخير ننتقل إلى تركيا حيث تستمر قوات الأمن في قمع الحركة الاحتجاجية التي تطالب بإسقاط حكومة أردوغان وأخيرها مظاهرة شارك فيها الآلاف وسط العاصمة أنقرة وفي اسطنبول تحولت ساحة تقسيم إلى ساحة الحرية مع تظاهر مئات الآلاف مرددين هتافات تنادي برحيل أردوغان كما تحولت حديقة جيزي قرب ميدان تقسيم إلى مقر لآلاف خيام الاعتصام حيث وجه المعتصمون تحذيرات إلى أردوغان ووزير الداخلية وقوات الأمن من عواقب أي محاولة لاقتحام الحديقة وأقاموا حواجزة ضخمة لمنع المدرعات وقوات الأمن من الاقتراب أو اختراق الميدان ختام الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر